اه النهاردة ما عندنا محاضرة عن اه التكلا اللي مع المهندس السامة العزازي هو خريج جامعة حروان فرها المطارية اه استروكشور عام 2016 هو حاليا اه شغال اه استروكشور بام انجينير في اربيان انترناشنال كامباني اي اي سي هو حصل على اه الاولتو ديسك بروفاشنال اه بالريفت المعماري والانشاي والاتقاد ويشتغل في العديد من المشاريع فعنده خبر عملية ممتازة في متر الرياض ومطار الكويت الدولي ومشاريع النفط وغاز في اذربيجان والمملكة العربية السعودية وبيروب فان شاء الله محاضرة اه مفيدة وممتعة ان شاء الله شكرك باش مهندس عمر على المقدمة الجميلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في البداية بحب ارحب السادة الحضور وتمنى ان شاء الله يوصلوا للاقصر استفادة من التكلا ويبنار ان شاء الله احنا هنتكلم عن البيزيكس الخاصة بالتكلا هنتكلم ان شاء الله في تلات محاضرات النهاردة اول محاضرة اه في البداية برضو بشكر اه وبشكر نقاط على استطافتهم للويبنار اه احب اعرفكم بنفسي انا اسامة العزايزي اه خارج هندسة المطرية اه دفعة الفين وستاشر تسمي الهندسة المدنية اشتغلت في مكتب الدكتور عمر رضوان بعد التخرج وبعد كده اشتغلت في عربية الانترنشنل قبل اي اي سي اه بجانب الخبرة في الشغل اه انا اتو ديسك سيرتف definite فى جوسر في الوتو كاد وفى الريبيتún neighbors وكمان اتوتدسك امبستدور السلبر بجانب ان انا اتو ديسك سيرتفيد بروفشنال فى الأوتو كاد وفى الريبيت تركتشور وفي الريبيت sencara قريبا ان شاء الله سيرتفايد بروفشنال فى ريفيةbekindical وريبيت كلج اه في البداية هنتكلم ان شاء الله ايه على اول محاضرة ايه هي اللي احنا هنتكلم عنها في اول محاضرة. اول حاجة هنتكلم ايه هو بصفة عامة هو عبارة عن ايه ويستخدم في ايه. وايه هي البرامج التي تحمل اسم ويستخدمه في ايه بشكل بسيط جدا. بعد كده هنتكلم ازاي ندخل على موقع وزاي نعمل للتكلا اللي احنا هنحتاجها عشان اه نعرف نشغل على برنامج التكلا. بعد كده هنتعرض بعد للتكلا هنشوف ايه هي التكلا انترفيس قدامنا. وهنعرف ايه والريبونز ومكونات البرنامج. بعد كده ان شاء الله هنتكلم ازاي نعمل وزاي نعمل عن طريق وبالطرق الاخرى. بعد كده ان شاء الله هنتكلم ازاي نعمل على البرنامج. بعد ما عملنا بعد كده هنتكلم بشكل بسيط ازاي اعمل في اللي انا رسمتها عن طريق اوامر القط او 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 اول حاجة هنتكلم عليه ايه هو التكلا هو برنامج اه من البرنامج التي تعمل بتقنية البمب. اه يستخدم في المنشآت المعدنية والخرصانية والبريكاست وغيرها. يستخدم في عمل مفصل. وهو خضع لشركة اه تريمبل. اه هناك العديد من البرامج التي تحمل اسم التكلا. ولكن التكلا هو اه اشهر برنامج مستخدم. منهم التكلا يستخدم في تصميم المنشآت المعدنية. وهناك ايضا التكلا تيتس. اه ده ممكن اعمل عليه اوتوميشن للريبيتف تاسكس للدزاين اوف استيل استركشور. فيه برضو التكلا باور فاب ممكن استخدميه في 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 مغيرها من الاستخدامات. ولكن احنا ان شاء الله هنتعرض لبرنامج التكلا استركشور. عشان اه اتعرف اكتر على الخاصة بالتيكلا. هقدر ادخل على اقدر اشوف ايه هي البرامج الخاصة ببرنامج التكلا. لو احنا جينا هنا. فتحت اللينك اللي انا وردته لحضركم في الباور بوينت. هيفتح لي تكلا سلاش برو دكتس. هلاقي السوفتوير الموجودة قدام حضراتكم. هلاقي اول حاجة اللي احنا هنتعرض له ان شاء الله. بعد كده التكلا استركشور ديزاينر التكلا تيتس. التكلا باور فاب. وهو كلاود بيزد وورك شيرينج. يستخدم في عمل الوورك شيرينج بين الفيرمز مالتيبل فيرمز. اه عشان اه اوصل اه بنسبة عالية من وكمان اكون مرتبط بالكونستراكشن بروسس. اه هناك ايضا التكلا موديل شيرينج لو انا عايز اعمل شيرينج للموديل بتاعي. وهناك التكلا سيفل ده يستخدم في مشاريع ومشاريع الطرق بشكل عام. ولكن احنا ان شاء الله هنتكلم على برنامج تكلا استركشور. ازاي نسطب برنامج التكلا وازاي نسطب الخاصة ببرنامج التكلا. اول حاجة عشان ما سطب برنامج التكلا استركشور اه اضغط على دولة تكلا سلاش تكلا ستركشور سلاش فور سيودنز. لو انا اخدت اللينك دوت في الجوجل. طلع لي لينك دوت. دي البرودكت الخاصة بالتكلا ستركشور. في منها تلات انواع في فور بارتنرز وفي فور سيودنز. ان شاء الله هنشتغل عليها. عشان احمل برنامج التكلا باضغط على تكلا كامبوس. مجرد ما اضغط على تكلا كامبوس. هيدخلني في اللينك الخاص بتحميل البرنامج. بيطلب منك في الاول انك تعمل عشان اه يخليك تحمل برنامج التكلا. بتلخل من هنا بتعمل اول ما تدوس على هيطلب منك انك تكتب الفرس نيم اللاس نيم الايميل ادريس والباسورد. بتعمل كريت نيو اكاونت. بيطلب منك انك ترجع عليه الايميل الخاص بك عشان تعمل تفعيل للاكاونت. ومجرد من تعمل تفعيل للاكاونت. وترجع لنفس اللينك اللي احنا كنا فيه عشان حضرتك تحمل برنامج التكلا كايدوكيشنال برجن. بيدخل حضرتك على اللينك دوت. على كامبوس تكلا دوت كوم سلاش داونلود. بطلب من حضرتك انك تعمل اي هفريد ان كونفورم اي ام فورتين يورز اول اول اقدر. واقدر من هنا احمل برنامج التكلا كايدوكيشنال كده احنا عرفنا ازاي بشكل سريع نحمل برنامج التكلا. تمام كده? ده كده بالنسبة. بعد كده هنشوف ازاي نستطب التكلا انفيرومنتز. قبل ندخل على تعالوا نشوف ازاي نستطب التكلا انفيرومنتز وايه هي تكلا انفيرومنتز بشكل عادي. لو انا رجعت على نفس اللينك اللي انا كنت فيه. هلاقي فيه حاجة هنا اسمها الانفيرومنتز. الانفيرومنتز في التكلا هي المكتبة الخاصة ببرنامج التكلا. اللي بتحتوي على البروفايلز والماتيريالز اللي انا بحتاجها عشان اعمل للمشروع بتاعي سواء كان كونكريت او سيل ستركشور. لو انا نزلت تحت شوية كده. هلاقي الانفيرومنتز الاكثر استخداما. احنا في مجال شغلنا بنسبة كبيرة جدا يعني تسعين في المية او اكتر. بنتعرض لسري وان كان اكثرهم هو ممكن استخدم ممكن استخدم ولكن احنا ان شاء الله في الويبنار بتاعنا هنشغل على ولكن ان شاء الله عشان نطبع على المشروع اللي احنا هنشغل عليه في الويبنار. الناس ان شاء الله بعد ما هتنزل برنامج تيكلا وتصطبو هتنزل الخاصة بالميدا الايست الخاصة بالايو كاي الخاصة بالديفولت وكده احنا بنقدر ننزل التيكلا ستراكشر نقدر بنزل الاسنفيرومنتز اللي احنا هنحتاجها. اه تصريب برنامج التكلا وتصريب الخاص ببرنامج التكلا زيها زي تصريب اي برنامج عادي جدا. اه نقطة ويتصطب مع البرنامج بكل سهولة. نفس الكلام في التكلا نفس الكلام في كده احنا قدرنا نعرف ايه هي وازاي نسطبها. لو احنا رجعنا تاني على بعد تستطب لبرنامج التكلا وبعد ما نسطب الخاصة ببرنامج التكلا اللي احنا هنشتغل عليها. بعد ما تفتح بتطلع عليك الشاشة دي. بيطلب منك ايه اللي انت هتشتغل عليها. واحنا اتفقنا من شوية ان يحنا ان شاء الله هنشتغل علي ال somebody else. الرول بتاعك والكونفجوريشن بتاعك هو انت هتستخدم البرنامج في ايه? اه ده في حالة ان انت لو هتستخدمه الاقصر من الاستخدام ولكن احنا ان شاء الله هنشتغل في مجال الستيل فيدى ان شاء الله هيكون الرول بتاعنا الرول هيكون steel detailer والكونفجوريشن هيكون steel detailer تعالوا نفتح برنامج التكله ونتعرف سوا الانتروفيز بتاعته. لو انا جيت من هنا اختارت تيكلا سفراكشر 2020. هيطلع لي اول حاجة الشاشة اللي انا وردتها لحضراتكم. اللي هتخليني اقدر اختار اللي احنا هنشغل عليها. هنختار الرول وهنختار الكونفجريشن. لحظات بس بيفتح البرنامج. قبل ما اه هفتح الانتروفيس بالبرنامج وهتكلم فيها. هشوف لو في اي حد عنده سؤال لغاية اه ما احنا واقفين دلوقتي هاسمع ان شاء الله. دلوقتي قدام حضراتكم الخاصة اللي لحضرتك ان شاء الله هتحملها. تقدر تحمل اكتر من انت عايزها فيش اي مشكلة ولكن احنا ان شاء الله هنشغل على الرول زي ما قلت لحضراتكم في اكتر من رول تقدر تستخدم فيها البرنامج والاحنا ان شاء الله هنشغل على الستيل. نفس الكلام في تقدر تشتغل على اي نوع منه ولكن احنا ان شاء الله هنشغل على الستيل لتلك. هندوس اوكي. هتفتح معك الشاشة الخاصة ببرنامج التيكلا. اللي تقدر منها سواء انك تعمل اه موديل جديد او انك تفتح اي موديل انت كنت عامله قبل كده. زي ما حضراتكم شايفين دي الانتروفيس المبدئية لبرنامج التيكلا. هنا بتلاقي اللي انت بتفتحها على البرنامج. هنا اللي انت اشتغلت عليها. دي لما حضرتك اه تشتغل على حاجة اسمها ودي اتكلمنا عنها. دي اه بنستخدمها لو عايزين نعمل اه لو في اكتر من حد غالب ما بيكون في نفس الفرم. بنبدأ نعمل حاجة اسمها وهنشوف ازاي بنصلها في الخاصة ببرنامج التيكلا. بعد كده عندي قائمة ان انا عشان اعمل موديل جديد وابدأ اشتغل عليه. طيب. تعالوا اه نقريت موديل جديد ونبدأ نشوف الانتروفيس الخاصة ببرنامج التيكلا. هنسمي الموديل وليكن مسلا اه بيم رابيا. وبينار. هاخد الاسم ده كونترول سي. بعد كده بيقول لي انت بعد ما اخترت اسم المشروع. حضرتك هتعمل بلايس ليه في انه مكاني. ممكن هنا ادو سبراوز. هعمل تكلا او بنار. هعمل فولدر بنفس الاسم. هعمل سليكت فولدر. كده انا قلت له اعمل لي بلايس في الفولدر ده. بعد كده هل الموديل ده هيكون سنجل يوزر ولا مالتي يوزر. ولا انا هعمله لو انا هبدأ اشتغل اه كلاود بيزد وورد شيرينج. السنجل يوزر والمالتي يوزر سواء انا هشتغل على الموديل لوحدي او هشتغل عليه اكتر من حد فانا بحوله لمالتي يوزر. بعد ما اخترت الاسم واخترت المكان واخترت ان هو يكون سنجل يوزر. ابدأ ادوس على كرياتر. بعد ما ادوس كرياتر هيبدأ يعمل لي للفولدر الخاص ببرنامج التكلا وهيبدأ يعمل لي لبعض الفايلات اللي احنا هنحتاجها في عمل المشروع. طيب انا على البرنامج يفتح انا ممكن اشوف لو فيه اي اسئلة موجودة حاليا في الشات. what is the option of project manager? اه باش مهند اساسين. اه بالنسبة الدور هي بتختلف من اه شركة التانية بمعنى ان اللي بيكون مسؤول على المشروع بيكون مسؤول عن بيكون اه في اسمه بيتم طرح عليه المشروع من قبل في الشركة بيبدأ يستلم المشروع بيشوف ايه الاسبكتز بتاعته ايه الستاندرد تاعت المشروع. بيبدأ يستلم اللوح الخاصة بالمشروع. بيبدأ يعمل لها للجروبز اللي عنده او اللي تحت ادارته. بيبدأ يقسم المشاريع حسب المتاحة. وعلى اساسها بيتم اختيار المطلوب. بيتم اختيار المطلوبة. بيتم عمل المطلوبة اللي هو ما يسمى بال عشان اقدر انفذ المشروع واعمله بشكل اسرع. اتمنى اكون جاوة على سؤال حضرتك. زي ما حضركم شايفين دي الخاصة ببرنامج التكلا. في البداية هو بيعمل لك برنامج التكلا. تعالوا نتكلم اه ايه هي الخاصة قدامي. اول حاجة عندي الستيل ريبون. الستيل ريبون دي اللي اقدر اعمل منها لاي سواء كولوم سواء بيم سواء بولي بيم او كيرفيت بيم او بليت البولت لعمل المسامير لعمل اللحمات. والبولت البارس عشان اقدر اعرف المسامير اه يعني بالبلدة كلا هي ربط ايه بايه. تمام? اه يعني مديري المشروع لا يستخدم البرنامج. اه بتبقى حالات وحالات. يعني ولكن بالنسبة كبيرة اللي بيشتغل على المشروع بايده كديتيلنج بكون الستيل انجينير. بعد ما بيخلص المشروع بيديه للسينيور اللي اه بيعمل له على الشغل بتاعه. بعد كده ممكن يدخل لمرحلة النهية للشيكينج ممكن اه من قبل بيعمل له خلاص اوكي يبدأ بعد كده يعمل الخاص بالمشروع. ويبدأ ينزله للشوب عشان يتصنع. مدير المشروع مش شرط ان هو يستخدم البرنامج. يعني اهم عاجة يكون اه عندهم كويسة يعرف يدير المشروع يعرف يوجه الناس بحس ان هما يطلعون مشروع بشكل اسفل. لكن مدير المشروع ليس يستخدم البرنامج يعني في حالات وحالات. ولكن بيبقى قليل جدا. اه ديفرنس بتوين كاد ستيل حراش اصدق باش مهندس خالد على آتو ديسك ادبانس ستيل. آآآ اوتو ديسك انفانس ستيل جزاكم الله وايياكم باش مهندس ستيل من البرانج الخاصة لأوتو ديسك. آآ بيتم عمل بيه ولكن آآ بتبقى فيه مميزات للتك لم تبقى فيه مميزات استيل. للامانة امانة ما تعمقش بشكل كبير في الـ ولكن من ضمن النقاط اللي موجودة في ستيل ان هو ما بيعملش مسلا للسين سي فايلز. اه لكن التكلا بيعمل لسين سي فايلز. يعني دي هنتكلم عليه في المحاضرة الاخيرة. دي فايلات بيتم عملها اه عن طريق البرو فايلز والبلايس والانجلز. اه دي بعد كده اقدر اوديها للمصنع. المصنع عنده زي ما كان سين سي. بيبدأ تدخله الفايلات دي. وعلى اساسها انا بعمل اه لستيل بارتز. اللي منها بيجي لعبارة عن سينجل بارتز. وانا بعد كده ببدأ اعمل تبقى للوحة اللي بعد كده ببدأ اركب على اساسها في الموقع. دي من ضمن النقط اللي ما بيعملهاش الالانس ستيل. ولكن هو برنامج كويس. اه برنامج قوي في مجال الستيل. وآ يعني ان شاء الله آآ هينافس التكلا بقوة. في مجال الستيل السافر. هتما اكون جاوبة على سؤال حضرتك. تمام? طيب. آآ زي ما وصل لحضرتكم هنا. آآ هنا اقدر اعمل للستيل بارتز. اللي قلت لحضرتكم عليها. دي كده خاصة بتاب الستيل. بالنسبة للكونكريت تاب دي عشان استخدم استخدمها في اعمل الكونكريت كولوم الكونكريت بيم الكونكريت سلاب وهكذا. ولكن ده مش هيكون بتاعنا ان شاء الله. آآ بعد كده قائمة انك تقدر تعمل على الخاص بك. انك باستخدام اوامر القط وغيرها. وهنتعلم آآ كل الامر بيعمل ايه? والآآ الان شاء الله نتعرف عليهم. بعد كده عندي سواء عايز اعمل معينة معينة آآ آآ الاند. هورزونتال ديسانس. ديسانس. او آرك او بولتس بيس. بعد كده عندي اوامر الكوبي والموف والكوبي سبيشل والموف سبيشل وهنتكلم عنه بالتفصيل. من جريت اقدر اعمل كريشن للجريت سواء او ريديال او ان انا اقدر ادوس على الجريت الموجودة قدامي قدام حضراتكم. حيثكم تقدروا تعدلوا فيها بكل سهولة. من البوينتز اقدر اعمل كريشن للبوينتز باي آآ سواء مسلا آآ برجيك 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 بوينتز اونلاين تانجنت اونسيركل او باي طريقة اقدر اعمل بيها كريشن للبوينتز بتاعتي. من كونستراكشن اقدر اعمل كونستراكشن لاينز كونستراكشن بلينز كونستراكشن سيركلز وهكزا. دي كده الاوامر الخاصة ببرنامج بعد كده هاجي لقائمة فيو هلاقي اللي هي الخاصة بالفيوز اللي انا بعمل لها كريشن ونشوف ازاي نعمل كريشن للبيوز. بعد كده لو انا عايز اعمل نيو فيو وهنتعلم ازاي نعمل نيو فيو لأي حاجة. اللي هو انا عايز اعمل زي اه سكوب بوكس او ان انا اعمل قطع في اي مكان في البرنامج سواء افقي او رأسي او جانبي على البرنامج. الورك اريا دي عشان احدد وورك اريا معينة ابدأ اشتغل عليها. لو انا البرنامج عندي بقى من البولتس من الويلتز طلع لي زي اه اشارات او اقدر اعمل يبدأ يعني يعني ينضف معي كده بمعنى اصح. الورك بلين دي استخدمها لو انا عايز اشتغل على فيو معين او على سطح معين على اله تم عمله على البرنامج. باستخدام او تو بوينت وهنتعرض لها. ان شاء الله نستخدمها في ايه? لو اه هصدر الموديل لبرنامج اه برنامج بمعنى اصح. طيب. هنا هلاقي حاجة اسمها اللي انا عايز اعمل اه ازاي صورة كده للموديل وهنتعلم ازاي بنعملها ان شاء الله في اخير محاضرة. بعد هندخل على ازاي اعمل ازاي اعمل ازاي ازاي اعدلها? سواء كسينجل او جي اي ازاي اعمل خاصة بتاعتي سواء او سينجل او جي اي. سواء اللحظات فيه سؤال. الصوت قطع. طيب هعيد الحتة دي مفيش مشكلة. حاضر. ارجع تاني يا فندي. زي ما حضركم شايفين عندي الفيو قلت الكليب بلين الورك اريا الورك بلين لو هستخدم هعمل على سطح او على فيو. الرندرين والفيزولايز. اه دول بستخدمهم لو انا هصدر طب اه هصدر لبرنامج اه فيزولايزاشن زي مسلا. السكرينشوت لو انا هصدر من التكلا. اه لو اه سوري لو انا هعمل اه سكرينشوت للبروجيكت بتاعي. بحيس ان انا لما اجي افتح الموديل بتاعي من الريسينت. اقدر من السكرينشوت اللي انا هعملها. ان اعرف ان ده المشروع اللي انا المفروض هشتغل عليه. بعد كده هدخل على دروينجز اند ريبورتز. دروينجز اند ريبورتز دي اقدر اعمل منها دروينج بروبورتز الخاصة بالسينجل بارت دروينج والاسيمبلي والجي از وهنعرف الفرق ما بينه في المحاضرة التالتة. بعد كده لدروينجز. سوري. لما نجي اعمل هنعرف ازاي نعمل لدروينج للسينجل بارتز دروينج للسينجل بارتز دروينج للجي ايه دروينج. بعد كده ازاي نعمل للمشروع وايه بتاعته. ودي هنتعلمه ان شاء الله وبشكل مفصل للمحاضرة القادمة. نفس الكلام ازاي اعمل للريبورتز الخاصة بالاا بالسينجل اللي تم انشاؤه. هنتعلم ازاي نعمل للريبورتز بتاعتنا. بعد كده قائمة ازاي اه نعمل للمشروع بتاعنا. اه هنتعرض لنقطتين منه الفيزز ازاي اعمل الفيزز للمشروع. وازاي دي من المشروع لآآ مشروع تاني. اه بعد هنتكلم برضو عن وازاي بنعمل للمشروع بتاعنا. وازاي آآ بنحلها بشكل آآ سهل جدا على البرنامج. الاناليسز ان دزاين ده خاص بالآآ الاناليات كالموديل خاص ببرنامج التكلا. عشان لو انا هصدر من التكلا لبرامج مثلا التكلا ستركشور ديزاينر او الساب او تمام كده? بعد كده اخر حاجة لو انا عايز اعمل من التكلا ستركشور لترمبل كوننكت عشان نقوم بعمل كلاود بيزد وورك شيرينج موديل. آآ تلات حاجات تانية برضو هتكلم عليهم في الخاصة ببرنامج التكلا لو انا جيت دست على المينيو هلاقي اول حاجة لو انا عايز اعمل نيو موديل عشان لو هفتح موديل آآ لو انا هعمل للموديل في مكان تاني لو انا هعمل طباعة للموديل آآ ودي هرجع عليها تاني دي بتفتح لي الفولدر اللي موجود في الموديل بتاعي وهنفتحه دلوقتي وهنشوفه بيتكون من ايه لو انا عايز اعمل امبورت لأوتو كات فايل مسلا او دي اكس اف او تكلا ستركشور ديزاينر الخاص ببرنامج التكلا لو انا عايز اعمل اكس بورت لانسي فايز او لدروينز او الاي في سي او الاوتو كاد او دي جي اين او اي آآ نوع آآ من نوع الاكس بورت او او تريمبل كونيكت زي ما تكلمني. بعد كده الشيرينج لو انا عايز اعمل آآ شيرينج للموديل بتاعي ان انا احاوله موديل او ان انا آآ بحيث ان يكون اكتر من حد يقدر يشغل على الموديل في نفس الوقت. بعد كده التريمبل كونيكت لو انا انا عايز اعمل من التريمبل كونيكت. بعد كده دي لو انا عايز احط المعلومات الخاصة بالمشروع اللي انا اشغال عليه. والعلى اساسها اقدر اخد الداتا دي ممكن خليها اقدر اعطف على اللوحة اللي انا في الاخر بطلعها من المشروع. زي البروجيكت نمبر النام البلدر الوبجيكت من الدزاينر الادرس بتاع المشروع. وقدر احط كل الدياتا اللي انا عايزها من المشروع. وقدر احط سواء هو بتاع التكلا او ان انا اقدر احط له احديسيات معينة. الخاصة بالآ بالتكلا. هيبدأ يجيب لي اللي موجودة في في معظم البرامي. آآ اول حاجة عندي ببدأ احط له ايه بتاعتي والتوليرانس بتاعتي في سواء مع او بين وبعضها. ده كده مش اختصار نفس الكلام هنا ببدأ اختار الديفولت براميترز عندي في الكمبوننتز. اقدر اعدلها في اي وقت. نفس الكلام ابدأ اختار بتاعتي على برنامج التكلا. نفس الكلام في نفس الكلام الجنرال لو انا عايز اعمل اوتو سيف بآآ بعد مثلا تلاتين آآ موديلينج بروبرتي او غير. بعد كده اللو دي مش هنشغل عليها لان دي آآ خاصة بالدزاين. بعد كده باجي على دي آآ لو انا عايز احط مسلا آآ او بين اللا لو الخاص بالبارت بتاعي آآ عبارة مسلا عن آآ حرف ورقم فهل احط ما بينهم مسلا سلاش ولا محطش حاجة. آآ دي بتبين لي آآ بتاعت المين بارت عشان لما اجي اركب المشروع بتاعي في السايت. دي خاصة بالتسليح على برنامج التكلا ودي آآ خاصة بالكونكريت يوزمن ده. بعد كده اخر حاجة معانا. دي بابدأ احط اللينس الانجل آآ ده وهيشغل عليه وابدأ آآ احدد بتاعتي في الدزاين. تمام كده? ارجع تاني للمنيو. من عندي حاجة اسمها بالنسبة لي دي بابدأ احدد كل في المشروع حدد اشتغل عليها ازاي. ما مع البورتس مع البورتس. الفايل لوكيشنز بالنسبة لي اللي هبدأ اشتغل عليها. آآ اليونس ساعتي بورت. هيتم عمل ازاي. الموديلينز الموديلينج بيو. النمبرينج. هيتم عمل نمبرينج برضو ازاي. نفس الكلام اللي انا هعمل برينتينج. آآ هعمل برينتينج اللي دي اكسف ايه بتاعتي. آآ بالنسبة للويلز. بالنسبة للتنبلز. كده البسيط ايهي اللي احنا بنستخدمها في التكلا. مش هنتعرض لها كتير في الويبنور الخاص دينا. نرجع تاني. بعد كده الكاتالوج دي لو عايز ارجع او لو انا مسلا عايز اشوف الكاتالوج الخاص عندي بالماتيريال. آآ عشان لو انا مسلا عايز اضيف ماتيريال جديدة او جديد. بعد كده آآ حاجة اسمها لو انا عايز ادخل على حاجة اسمها او دي لو انا عايز اعمل آآ جديدة او ان انا عايز اعمل آآ بشكل جديد. آآ بعد كده القائمة دي بستخدم منها الكلاشيك باعرف مين نعمل الكلاشيك. النمبر مسلا ده آآ اعرف آآ اتعمل امتى واتعمل بوسطة مين? نفس الكلام الدياجنوز اند ريبير ده بيساعدني لو انا عندي مشكلة في الموديل لو هو مسلا بيهنك اكتر من مرة. او بقى الموديل تقيل. آآ اقدر اعمل للموديل لو في اي مشكلة في الموديل بيبدأ يعالجها. عندي بعد كده الخاص ببرنامج التيكلا واهمهم التيكلا يوزر اسستنس اقدر آآ لو عندي اي آآ مشكلة في التيكلا او في حاجة انا مش عارف هي بتتعمل ازاي? اقدر ارجع للتيكلا يوزر اسستنس وتعامل عليها. ده كده بشكل بسيط ايه هي المينيو? وعارفنا كده ايه هي الكتاب عليها هو الموجود عندي ده. على الشمال هنا عندي ده السيليكت اول او سيليكت بورتس او كومبوننتس. سيليكت بورتس او كومبوننتس. او ان انا عايز اعمل سيليكتشن لأي حاجة. يعني هنا اعايز اعمل سيليكت الوينت سيليكت الايشنس hierarchyева سيليكت ال Career model وهناعرف ايه هو reference model لو عاواز اعمل سيليكت للجريد للقص. نفس الكلام لو عايز اعمل سيليكتشن للبولتس.akaدخل بعد كده هنا هلاقي انني اقدر امسك ال Komponants الى عندي في المشروع او لو انا عندي connections فى المشروع اللي عايز امسك حاجة جوة connection اقدر اعمل select object in component. كده كده خلصت ابدأ ادخل بعد كده على زي وزي اشغل اه سواء او وهكزا يفضل انك تشغل اه قبل ما كمل فيه كده اي سؤال? طيب احنا كده اتعرفنا على الانترفيس الخاصة ببرنامج التكلة. تعالى نشوف هنقدر اه نعمل ايه اه بعد كده زي ما قلت لحضراتكم هنا اه بعد ما بتزهر لك الانفيرومنت والرول تقدر بعد كده تختار الموديل سواء موجود عندك او انك تعمل للنيو موديل. هندخل بعد كده انك ازاي تعمل للجريدز وللليبلز وللبيوز. اه في الويبنار دوت احنا ان شاء الله هنطبع على مشروع صغير. اه ان شاء الله الناس المشاركين اه بالكامل هيطبعوا عليه. وده ان شاء الله شرط للحصول على الشهادة. هنشوف ازاي هنسلم منك التاسكس ان شاء الله هنتكلم عليها في اخر المحاضرة. ولكن طبعا يعني يعني نخلو النقطة دي ان شاء الله الاخر المحاضرة. تعالوا نتكلم ازاي نعمل للجريدز وللبيوز اللي قدامنا اه قدام حضركم. عشان اعمل للجريدز في اكتر من طريقة. في ان انا لا استاذينكم ارجع بالبرنامج. في ان انا اللي موجود على زين نعمل للجريدز. ازاي او باي طريقة اخرى. زي ما هنتعلم ان شاء الله. اه عشان اه نعمل قلنا ان هنعمل اكتر منطقة. وان شاء الله احنا هنطبع على مشروع في الويبنار لنا. وده تكون شرط اساسي ان شاء الله لتلات محاضرات. ان شاء الله هتسلم المطلوبة منك. تمام? عشان اعمل للجريدز في اه تلات طرق. في ان انا لو رجعت لبرنامج التكلا. في ان انا اقدر ادوس اه توكليكس على ايدي فولت جريد اللي موجودة قدامي. ابدأ احط المسافات بتاعتي في وادوس موديفايل. طب انا كده عملت موديفايل للجريدز اللي موجودة. دي طريقة. الطريقة التانية لما ممكن من اديت جريد 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 او جريد راديال جريد. سواء ان انا عايزة اعمل جريدات اه مستقيمة او مستطيلة او ان انا عايزة اعمل اه جريد وغد زي راديال او شاك. طيب. طريقة تالتة ان انا لو عن طريق ان انا عدلها من اه رفرنس موديل اه اوتو كاد مسلا. ودي ان شاء الله هنعملها الوقت. كيف احنا كده عرفنا الطريقة الاولى. ان احنا ممكن نعمل عن طريق او ان احنا نعمل عن طريق او ان احنا ننزل رفرنس موديل. طيب احنا ازاي بننزل رفرنس موديل. لو انا جيت من هنا هلاقي كيوب عندي هنا اسمه رفرنس موديلز. لو انا دست عليه ليفت كليك. لايه حاجة عندي هنا اسمها اد موديل. دي تسمع لي ان انا اضيف الموديل الاوتوكيد بالنسبة لي. سواء كان تو دي او سري دي. هو بيدخل اه اي شكل سواء تو دي او سري دي طالما صيغة هيقراها البرنامج. لو انا دست هنا اد موديل. هيبدأ يطلع لي الشاشة اللي قدام حضركم ديت عشان اعمل اد للموديل. لو انا جيت هنا من فايلز و عملت عشان انزل الموديل. اه هنزل دي برضو هدي لحضراتكم كاااااااااااا التطبيق اللي حضراتكم هتعملوها. لو انا دست هنا على ارجع هنا تكلا ويبنار. لكتشير وان غريت اوبين. بيقول الوكيشن باي اه موديل اوريجين. اه هنزله على الصفر والصفر والصفر لل اكس واي زيد. اول ما ادوس ادلي الموديل. هيبدأ ينزل لي الجيرتز زي ما حضركم شايفين. طيب. كنت عايز اتكلم على بعض الاختصارات السريعة قبل ما اكمل. اه لو انا عايز اعمل سيليكت اول. اه كنترول اي. ال سيفين كنترول اس. اه كنترول زيد لعمل اندو كنترول واي لعمل ريدو. كنترول سي وكنترول في للكوبي ان بيست. كنترول ام لعمل امو. ده كده مبدئيا الشورت قطس اللي احنا ممكن نستخدمه. عندي امر تاني. لو انا دلوقتي واقف في وانا لسه ما عملت لأي ونزلت وعايز ابدأ اشتغل عليه. لو انا دلوقتي واقف في ودست كنترول بي فور بين. المشروع بنزلي اول فيو بالنسبة لي يتقلب من تري دي فيو لبلان فيو. وعلى اساس وكده بالنسبة لي الفيو بقى كده اوضخ واقدر اعدل الجريز اللي انا نزل. تمام كده في مشكلة? تمام. انا كده نزلت ابدأ اعدل الموديل اه او الجريز الموجودة على البرنامج تبقى الريفرنس موديل اللي انا نزلت. ان شاء الله الريفرنس موديل اه اه ارفعكم مع حضركم ان شاء الله في التاسكس اللي حضركم هتعملوه. اذا لو انا ندستم مسلا انتوق لكليكس على الجريز الموجودة في المشروع. قدر اعمل موديفكيشن. طبقا الجريز اللي انا نزلتها. طيب. ازاي هنعمل موديفكيشن. لو انا بصيت هنا هلاقي هنا واحد اتنين تلاتة ده كده الاكس. لاقي الاي البي السي ده كده الواي. هلاقي المسافات عندي هنا سبعة تلاف تلاف. هلاقي المسافات عندي هنا في الواي تلات تلاف وتلات تلاف. تعالوا نشوف ازاي هنعمل موديفكيشن. لو انا جيت هنا اول حاجة عندي الكوردينيت اول حاجة عندي الاكس. عشان اعمل احط الارقام بتاعتني مزبوط. اول حاجة لازم يكون رقم الصف ده موجود ده بالنسبة لي بيكون اول جريد. يعني اول جريد عندي في الاكس هو بالنسبة لي هنا الايه على بتاكلا هو بالنسبة لي هنا رقم واحد على الاوتوكاد. ازاي نعدل الارقام? بكل بساطة انا هسيب الصفر مكانه. هعمل اللي هو بعد كده اقول لي الجريد اللي بعديه هيكون على مسافة كم? هيكون سبعة تلاف. ده كده اول تاني الجريد اللي بعد كده هيكون على بعض سبعة تلاف. كده انا نزلت الجريد بالنسبة لي على محور اكس. بالنسبة للمحور واي برضو نفس الموضوع. عندي بعد الصفر هعمل تلات تلاف هعمل عشان احنا شغالين بالملي. بعد في الاكس والسري جريد بالنسبة للزب احنا هنعمل ليفل واحد انا في مشكلة ولا تمام? تمام اه اخر حاجة وصلنا لها ان احنا عملنا الخاصة بالاكس وبالواي وبالزد هنتكلم بعد كده ازاي اه نسمي او معنى صح نحط التسمية الصحيحة للجريدس تبقى للرفرنس موديل. لو انا بصيت عندي على اه جريدس لعلى محور اكس هلاقي استميها واحد اتنين تلاتة واي اي بي سي طيب. يبقى انا هاجي على الاكس هعمل واحد اتنين تلاتة. هاجي على الواي هكتب اي سبيس بي سبيس سي. تمام? هاجي بعد كده على ال الزد عندي بلاس زيرو بلاس تلات الاف بلاس ست الاف. انا هسمي الليفل الخاص بالزيرو هسمي بلاس زيرو زيرو بين كوسين بي او بي اللي هي اه بعد كده هعمل الليفل اللي بعده هيكون تلات تلاف بين كوسين تي او اس اختصار طب اوفي ستيل. يبقى احنا كده عملنا الكوردينيس الخاصة بالمشروع وعملنا اه الخاصة بالمشروع. اخر حاجة في هي معناها انا من نقط التقاطع اه اطلع مسافة كم متر اه كامل في الاكس وفي الواي في الزد على جميع المحاول. طب الالفين دي متقاسة من فين لفين? لو انا جيت من هنا وعملت وجيت من نقطة التقاطع اللي هي اخر نقطة في هلاقي المسافة عندي الفين وهي دي اللي احنا كنا بنتكلم عليه. تمام كده? اتمنى تكون النقطة دي واضحة. طيب نرجع تاني للآ يعني هي الارقام ضاعف مفيش مشكلة. نقدر نعملها بشكل سريع. واحد اتنين تلاتة. اي بي سي. هعمل بلس زيرو زيرو زيرو. اي او بي. بقى كده بلس تلاتة تلاف. ممكن اسيب بتاع في الم عنديش اي مجرد ما هدوس. تم تعديل الجريت اللي عندي في المشروع. مناسبة للرفرنس موديل اللي انا نزلته من التكلا. تمام كده? تمام. طيب. اه استخدام سريع للموس في البرنامج. اه البقرة او زوم او زوم اوت. اه البان ان انا احرق المشروع. اه كنترول وكليك شمال. اقدر اعمل او ممكن بالكليك على طول. لو انا عايز اعمل اه ممكن اعمل من اليمين للشمال. هيدا يسلك اي حاجة دخل عندي في حتى لو كانت مش كاملة. من الشمال اليمين لازم كلها تكون واعة جوة عشان يقدر يمسكها. تمام كده? طيب. لو انا دلوقتي اه في بس انا عملت اه بلان. وعايز ارجع تاني للسري دي فيو. اقدر من تاني زي ما اتكلمنا قبل كده. ان انا ارجع تاني للسري دي فيو. تمام. لو انا عندي مسلا ديمينشنز كنت بقسها زي كده وقس ديمينشن هنا وديمينشن هنا وعايز ارجع انضف تاني بمعنى صح. لو انا دست هنا على البيو كونترول اه كليك يمين. اختار حاجة اسمها مجرد ما ادوس هيبدأ يمسح لي اي اي حاجة او اي انا عملتها اي. تمام كده? اه اه بشو مهنة احمد عوض الله لسماح حركة شغالة على ان ويفضل نتشغل على ايه? هلو حركة على حاجة. دلوقتي احنا في نطاق او اه نطاق الشرق الاوسط قصدي. احنا بنشغل على القطاعات البيتش اي اي والاتش اي بي والاي بي اي. القطاعات دي موجودة في الانفيرومنت الخاصة بالميلست. هتلاقي كل القطاعات اللي انت ممكن تشتغل عليها. سواء الا ازا كنت بتدرس او ازا كنت شاكيين جوا مصر. كل القطاعات اللي انت ممكن تتخيلها في الاستيل هتلاقي في الانفيرومنت هنا عندي الانديا لليابان مش هتلاقي فيها القطاعات اللي انت بتشتغل عليها في مصر وال وهكزا. تمام كده? طيب احنا هنشغل على الانهي زي ما اتكلمنا في الاول هنشغل انشاء الله الخاصة بالميديا الاسد. عشان هنلاقي كل القطاعات اللي احنا هنشغل عليها. وان كان في الاغلب احنا مش هنشغل على القطاعات كثيرة في المشروع اللي احنا هنطبع عليها. تمام كده? كده احنا عملنا للجريدز الخاصة بالمشروع. بعد ما عملنا للجريدز الخاصة بالمشروع وقدرنا نعمل بتاعتنا اكس واي زي. عايزين نشوف نقدر اه نعمل ازا. لو احنا رجعنا تاني على البرنامج. هنيجي من هنا. عندي اول حاجة اسمها اللي اتكلمنا عليها. عشان افتح الفيوليست او كنترول اي. يجيب لي هنا النامد فيوز يجيب لي هنا النامد فيوز. النامد فيوز هي فيها كل الفيوز اللي انت عملتها على البرنامج. بتبقى موجودة هنا. هي الفيوز اللي انا بستخدمها. يعني انا مسلا لو انا عامل مسلا هنا خمساشر عشرين فيو. بيكونوا كلهم موجودين هنا. لو انا مسلا بشتغل في تلت اربع فيو هات. بيكونوا موجودين هنا في الفيزابل. طب انا دي الوقت عايز اقدر اعمل بتاعتي. اعملها ازاي. في كزا طريقة. باجي من فيو. نيو فيو. اقدر اختار انا عايز اعمل الفيوز بتاعتي تبقى ايه. تعالوا نشوفهم كده واحدة احنا. اول حاجة عندي. البيزيك فيو بالنسبة لي انا عايز اعمل فيو. تبقى البلاع معين لحداث معينة. بمعنى لو انا اختارت. اصاب يا كورديني Tage دي الوقت عايز بكاك هي. ا recht a pene. على اكس وي بلان. ولا الاكس زيت بلان. ولا الزيت اي بلان. والكوردنية بتاعتك. هنفطري مثلا ان انا دلوقتي عاملين الليبيلات بدايتنا على الزيت. عاملين على صفر وعملين على 23 تا بعده. وانا عايز اعمل فيو على الليفل الفيس اصلا. فانا ايه اقول ti Learn.licherаньше باك البيزيك فيو. razón btsig y الكوردينيت بتاعي في اللي هو الزد هيكون الفين. يبدأ يعمل لي فيو على الفين. ده كده اقدر اعمل على اي لفين انا عايز. تمام. قد كده عندي اعمل ادي بوينت. ادي بوينت يبدأ يعمل لي فيو. ده كده. اللي انا ببدأ اعمل لها دي بتكون بمعنى لو انا مسلا هرجع تاني هعمل باااااا ادي بوينت ادي التانية ادي مسلا التالتة. اعمل لي مسلا فيو زي ما حضركم شايفين. هو ما ظهرش عندي هنا في النامين فيوز ليه? عشان ده بالنسبة لي تيمبوراري فيو. طيب لو انا عايز اخليه برمان انت فيو. اجي ادوس على الو وهبدأ ادي له اسم من هنا. وقال لكم مسلا اه سري دي وان. اول ما ادوس مسلا موديفاي. هبدأ يتعمل له هنا في ده ينطبق على كل انواع الكريشن للنيو فيو. كل انواع بتعمل لي تيمبوراري فيو. وانا اقدر اخليه برمان انت فيو. وتحق كده. تمام. دلوقتي انا عامل تو فيوز وظهرين عندي في الفيزابول فيو. طب لو انا مسلا عندي الفيو ده هنا في وعايز ادخله في الفيزابول فيوز. في كزا طريقة. في ان انا اقاف عليه كده. واجي من السهم هنا ادخله للفيزابول فيوز. مجرد ما ادوس على السهم. ندخل معي في الفيزابول فيوز. طب لو انا عايز ارجعه تاني للنيم دي فيوز. اقدر اعمل عليه. واعمل له باك. طب لو انا عايز اعمل لأي فيو. اقدر امسك الفيو كده واعمل له ديليت. يبا احنا كده ازاي ننقل اي فيو من للفيزابول او من الفيزابول للنيم او نعمل لأي فيو ديليت. نكمل كده في النيو فيو. لو انا عايز اعمل لو انا وافع على اي معين يبدأ يعمل لي نفس الكلام ده لو انا ديلا بتسميته مسلا لكم مسلا واحد اتنين تلاتة وعملت له مدفوع. هيبدأ يعمل لي تمام كده? اللي احنا هنشغل عليها ان شاء الله هكون بس هرجع لها بعد دقيقتين بزرق. بعد كده عندي لو انا ده الوقت اوقف على معين وعايز اعمل فيو عليه. لو انا رسم وعايز اعمل على دوت من اي وجهة. سواء على سواء بتاعه او من او 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 تاني حاجة لو عايز اعمل لو انا عامل على ستيل وعايز اعمله بمعنى لو انا دلوقتي رسمت مسلا ووليكم دلوقتي انا عامل على البيم لو انا لجيت دلوقتي من واخترت الكاميرا عمل عليها. ده بستخدمه لو انا دلوقتي عايز ابص على الكاميرا في دلوقتي لو انا دلوقتي عايز اعمل ده تمام كده? بعد كده لو انا دلوقتي عايز اعمل ده او اربع على بمعنى بمعنى الديفولت بارت فيوز بتخليني اعمل الفور فيوز دولت. الفرونت الطوب الباك البوتوم لنفس المنبر. لو انا اخترت الديفولت بارت فيوز ودست على ال بارت بيبدأ يعمل لي اربع فيو هات. طب انا عايز اشوف الفيو هات كلها عشان قبراتكم اه تشوفوا الفيوز كلها. لو انا جيت هنا من ودو. وعملت الطايل اه هوريزونتلي. هلاقي قادي البارت البرت فيو البرت فيو البرت فيو البرت فيو والبارت فيو. يبدأ يعمل لي اه فور فيوز للأليمنت اللي انا اشغل عليه. طيب احنا كل اه البيوز ديت احنا مش عايزينها. ممكن ادوس على دوت بدأ يجيب لي البيو دوت. تمام كده في اي سؤال لغاية دلوقتي. عشان اعمل اه فيوز اه ارجع تاني من فيو نيو فيو في حاجة تاني. اه تمام حاضر تاني جزء فيوز. اوكي. عشان اعمل نيو فيوز زي ما قلت. ممكن اعمل بيزيك فيو. انطري ان اخطر البلاين الخاص بتاعي سوى اكس او اكس زد او زد واي. بعد كده اعمل كرييت حسب الكوردينيت اللي انا عايت. يعني دلوقتي لو اعمل على اكس واي. يبقى انا كده هعمل بتاعي على مستوى الزد. ابدأ احط الكوردينيت بتاعي على الزد واعمل كرييت. تمام كده? ان انا بديله تو بوينتس على البرنامج. بيبدأ يعمل لي زي ما حضرتك شايف كده. اعمل لي لو انا جيت من نفس النقطة لو انا دلوقتي واقف على معين يقدر يعمل عليه. دي هنشرح حق بعد كده. اه بعد كده سواء بارت فرونت او بارت تو بمعنى ان انا دلوقتي هنفترض ادي البارت اللي انا هرسمته. وانا عايز اعمل فيو على التوب بتاع البارت. هاجي من view. نيو فيو بارت تو بلين. اختار الكاميرا. عمل الفيو على التوب الخاص بالكامير. نفس الكلام ينطبق على الباك والبوتوم والفرونت. كرييت نيو فيو يوزن ثري دي فيو افبارت. معناه ان انا بعمل ثري دي فيو للألمنت اللي قدام. ولكن اه لما بتيجي من view. الماكسمام فيوز بالنسبة لك هو ناين فيوز. التكلامة ما بيفتحش اكتر من ناين فيوز. بمعنى انا دلوقتي عملت ثري دي فيو افبارت. دلوقتي اخترت الموديل. هيجي يقول لي يو كانت اوبن مور زان ناين فيوز اتزا سام تاين. خلوز وان او مور فيوز تو بي ايبل تو اوبن اذر فيوز. بمعنى ان انت عامل كرييشن لناين فيوز. لازم تقفل اي فيو منه. عشان يقدر يعمل لك كرييشن ان الله وملائكته يخلوه. تمام كده واضحك. اه نكمل بعد كده. بسم الله. اه هنيجي بعد كده نتكلم في باقي النيو فيو. الديفولت بارت فيو بتخليني اه اعمل اكتر من فيو على نفس. الاليمنت. بمعنى اننا لو عايز اعمل للبارت. اعمل ديفولت فيوز للبارت سواء من الطوب او من الباك او من الفرونت. بعمل لي تمام? اه الديفولت فيوز اف كومبونت دي في حالة ان انا اكون عامل وعايز اعمل لها ديفولت فيو او سري دي فيو. نفس الكلام اللي بينطبق على البرد هو هو نفس الكلام اللي بينطبق على الستيل كونيكشن. وان شاء الله نتعرض لالستيل كونيكشن في المحاضرة اللي جاي. وإحنا كده عارفنا ازاي نعمل نيو فيو. آآ تمام? باش مهندس ماركوس فيه اي مشكلة كده ولا تمام? لو تمام اسأل زي انك تكتب واحد. تمام اشكرك. تمام. نتكلم بعد كده بعد معرفنا ازاي نعمل لأي آآ فيو بالطرق المختلفة نرجع تاني ازاي هنعمل دي آآ بنستخدمها بشكل يعني من تمنين لخمسة وتامين في المية. ان احنا بنعمل بتاعتنا لو انا ادوس على آآ بيبدأ يقول لي هنا اول حاجة آآ فيه لو انت عندك لو انت عندك لو انت عندك بتبدأ تختار آآ طبعا احنا نشغل على فاحنا مش هنتعرض للرديا. بيبدأ يجيب لك سوى الاكس واي او الزيد واي او الاكس زيد. الاكس واي بالنسبة لي هو البلان الزيد واي والاكس زيد هو الاليفيشن. بيقول لك بعد كده النامبر او فيوز. هل انت عايز تعمل لكل الاكس واي فيوز? عايز تعمل لكل الاكس زيد فيوز? او حسب ما تختار. بعد كده الفيو نيم بريفيكس مسلا وليكن في الاكس واي ده كده انا بتكلم بالنسبة لي ليفل الزيد. ليفل الزيد احنا عملنا ليفل زيرو وعملنا ليفل آآ تلات تلاف. لو انا دلت اعملت هنا مقتك بلان ات اي ال نقطة اختصار آآ بلان ات الفيجن. يبقى انا كده هيكتب بالنسبة لي بلان ات الفيجن زيرو. آآ بي او بي او بلان ات الفيجن تلات تلاف طوب او ستين. ده البريفيكس اللي بتديه قبل اسم بالنسبة للزيد واي والاكس زيد آآ البست براكس ان احنا بنكتب نفس الكلام بنكتبه في ال اكس زيد الفيجن. يفضل بعد ما تكتب البريفيكس بتاعك انك تسيب مسافة دايما انا عامل دلوقتي بحيث ان هو يسيب زي مسافة بسيطة بين البريفيكس وبين اسم سواء ال اكس او الواي او الزيد. يبقى انا كده قلت له اعملي لكل الفيوز. الاكس واي الزيد واي الزيد والاكس زيد. ودي لهم البريفيكس المناسب بتاعهم. بعد كده هنعمل اول ما هتعمل هيبدأ هنا يعمل لك بتاعك. اول حاجة بس هعمل دي. هعمل هنا دي كده الفيوز اللي هو عمله. ادي واحد اتنين تلاتة. ادي الا والبي والسي. اوما الواي. واعمل لي بلان ات اول الليفل اللي هو الزيرو بي او بي. وعمل لي بلان في تلات تلاف طب اوفيس تيلي. تمام كده? لانا دلوقتي دوستوكليكس جابلي الخاص بالموديل. عشان اه نعدل بس الاسم بتاعه هندوس توكليك على الفيو. هنكتب هنا سري دي فيو. اه الفيو بروبرتز يعني خلينا نتعرض لها المحاضرة اللي جاية وممكن نتكلم عليها في اخر المحاضرة. بعد ما نعمل درو للسي الانت. بعد ما اعملت الاسم بقى اسمه سري دي فيو. تمام كده? يبقى احنا كده عارفنا ازاي نسطب البرنامج ونسطب الفيروميس ننزلهم منين? عن طريق عمل ازاي اه اتعرفنا على الخاصة بالبرنامج وازاي نفتحه? ازاي نعمل بتاعتنا سواء او ازاي اه نعمل بتاعتنا او بتاعتنا او بتاعتنا بكل الطرق. تمام? طيب اه ازاي نكم اه في بريك اه خمس دقايق. اه مش مهنس محمد. اه ازاي نك في بريك خمس دقايق بس. اه عشان بس الناس يعني تكون بس اه فائت شوية. لان اللي جاي هنعط حوالي ساعة لربع او ساعة بالكتير. عشان بس الناس ما تفصلش معنا كده في النصف. اه اه تمام بشوانس محمد. اه اه هناخد بس بريك اه خمس دقايق كويس. امي ان شاء الله. تمام. اه نكمل ان شاء الله الشرح بتاعنا على التكلا كده احنا عرفنا ازاي نعمل بتاعتنا. اه هنتكلم دلوقتي ازاي اه نرسب بتاعتنا. هنحاول قدر الامكان ان احنا اه اه نبسط الموضوع ازاي نعمل عشان نرسم بتاعتنا بيجي لك في المشروع بتاعك اه لوح الخاصة بتاعت المشروع الخاصة بالمشروع. ده اه بيكون الخاصة بالعمود. وفيه كمان الليفل اللي هو تلات تلاف اللي احنا هنشتغل عليه. تمام كده اه ان شاء الله اه هنشرح ازاي نرسم. ويعني احنا ممكن اه لو الوقت ما ما صافش معنا احنا ممكن نكمل المحضرة اللي جايه. تمام? اه سريعا كده هنتكلم ازاي نعمل بتاعتنا على اه تلات تلاف. ونشوف ازاي نعمل سريع عليها. كده? طيب. زي ما حضركم شايفين انا عندي البروفايلز الخاصة بالاعمدة وبالقاميرات. لو انا رجعت تاني هلاقي بروفايلز الاعمدة بالنسبة لي تلتمية. لو انا رجعت هنا هلاقي البروفايلز الخاصة بالمين اه بيمز اه تلتمية والسكندري بيمز اه متين. تمام كده? طيب. تعالوا نروح على اه تلات تلاف. هبدأ ارسم الاعمدة والقاميرات بتاعتي. عشان ارسم الاعمدة بتاعتي او الكاميرات تعالوا نبدأ اول حاجة بالاعمدة. لو انا دوس على الاعمدة. دلوقتي اه ممكن اه احط البرامترز بتاعتي. بالنسبة للكولوم بيقول لي اول حاجة النام. النام كولوم. البروفايل زي ما اتكلمنا هيكون اتش اي اي تلتمية. طب انا دلوقتي عايز اغير البروفايل. فيه ان انا ممكن اكتب البروفايل على طول او ان انا اختاره من الماتريال كاتالوج او البروفايل كاتالوج. لو انا دست هنا على ده. هيطلع لي البروفايل كاتالوج بتاعي. فيه ان انا ادور اا من واه ال على ال سكشن بتاعي. او ان انا اكتب السكشن بتاعي هنا في الفلتر. بمعنى. لو انا كتبت السكشن بتاع هنا في الفلتر وليكن. وعند كده عملت علامة النجمة. وادست انتر. ادخلنا على اي برفايلز. ال اي اي او اي اي اي. لو انا دخلت اعال ال هي اي اي هلاقي البروفايلز الخاصة بال اختار بروفايل اي 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 تلتمية. ده كده عشان اختار البيفايل من الناحية الشمالية. الناحية اليمين بلاي سواء بتاعه او او الخاص بالويب او بالفلانج. تمام كده? بعد كده هدوس اوكي. كده انا اخترت البيفايل الخاص بالمشروع. الماتيريال بالنسبة لي هتكون انا نوحد الماتيريال بالنسبة لنا وليكن مسلا يكون اس متين خمسة وسبعين جي او. دي من ضمن الخاصة بالاستيل اللي احنا بنستخدم. بعد كده هتلاقي حاجة اسمها دي عشان اه اعمل للأعمدة او للكامرات سواء ان انا مسلا هنخلي الاعمدة مسلا او الكامرات هخليها او اي ان كان نوع بعد كده هلاقي الخاص بالعمود اللي هو اللون بتاع العمود اقدر اغير اللون الخاص بالاا لأي لون انا عايزه. تمام كده? بعد كده هلاقي حاجة اسمها خلونا نتفق على معين. هنعمل هنا وهنعمل في الف واحد. ونخلي بالنسبة لنا سي زيرو زيرو واحد. ده بشكل بسيط كده ده عشان اقدر اعمل بتاعتي. وهنكلم على ان شاء الله بشكل تفصيلي في المحاضرة اللي جاية. بعد كده الخاص بالاااا بالعمود سواء هو آآ كرأسي هيكون ازاي? لو انا هعمله بزاوية معينة. نفس الكلام لو انا هيكون في نقطة بتاعي او لا. وهنشوف ازاي بنعملها. بعد كده عندي الطب والبطن. بالنسبة لي الاعمدة كلها ان شاء الله هنخليها من صفر لتلات تلاف وخمسمية. تمام كده? تعالوا بعد كده نرسم القولوم. مجرد ما هروح للجريد انترسكشن هنا وادوس. هعمل دونت اكس باند. رسم لي القطاع بتاعي. لو انا اوقفت عليه كده. هلاقي مدي اللينس بتاعه تلات تلاف وخمسمية. القولوم اتش اي اي تلتمية. بالماتيريال بالكلاس بالنمبرين بالبوزيشن. نقولوا بشكل سريع نفهم البوزيشن بتاعتنا. البوزيشن بالنسبة لي هو في المدل. لو انا دلوقتي اديت له مسلا اوليكم ميت ميلي. ودوس موديفاي. بيبدأ يحرك لي البوزيشن بتاعه في اتجاه الوال. الروتيشن بيديني زاوية معينة للدوران. لو انا مسلا خليتها عشرين. ودوس موديفاي. بيبدأ يعمل لي للعمود في البلان. طيب بالنسبة للهوريزونتل لو انا رجعت دي صفر ورجعت لدي صفر. وخليت مسلا بالنسبة لي خمسين. ودوس موديفاي. هيبدأ ينقل لي النقطة للعمود. فانا طبعا بي ديفولت كله بيقع عندي اه صفر. ده كده اه هيطبق على الاعمدة الخاصة بالمشروع. طيب انا دلوقتي هيزا رسم الاعمدة بتاعت المشروع كله. فيه اللي هي ومو ولكن احنا هنتكلم عنهم المرة اللي جاية. خلونا نبدأ با اللي هو كنترول سي. لو انا دلوقتي اماسك العمود وعملت له كنترول سي. اقدر امسكه من نقطة البيز لاي نقطة وابدأ احط العمود على اي جريد. دونت اكسباند. جريد انترسيكشن دونت اكسباند. الرسالة دي بتطلع لليه? اه ده طبقا بالنسبة لي. بمعنى اه الفيو بالنسبة لي ليه وليه داون. وليكم مسلا الاب بتاعه ان انا مسلا قطع على الصفر بتاع الليفل. وقلت له بصلي فوق الليفل بالمقدار خمسمائة ملي وتحت الليفل بالمقدار خمسمائة ملي. العمود ده بالنسبة لي ارتفاعه تلات تلاف ونصف. فهو كده خارج نطاق الفيو. فهو عشان كده بيسألني هل انا اعمل بتاعك اخليه يوصل لاخر العمود ولا ما عملش طبعا احنا ما بنعملش اكسباند. تلك يميل انتر ربط عشان اخرج من الامر. يبقى تاني. امسك العمود. كنترول سي. امسك من السورس. هنزيله في الديستنيشن. تونت اكسباند. وانا كده عرفت ارسم العمود بتاع النشرة. ده كده باختصار رسم الاعمالة. نفس الكلام الكاميرات. لما انا دلوتي عايز ارسم الكاميرات. هرجع تاني عندي المين هنرسم كامير رئيسي وهنرسم كامير سنوي. وهنوقف المحاضرة بعد كده. وهناخد الاسئلة وهنكمل ان شاء الله المحاضرة اللي بعد. اه لو انا دلوقتي عايز اعمل او بمعنى اصح في فرق بين الجردرز وبين الجردرز هي الربطة من اه العمود للعمود. ولكن البيمز بتكون بين خلونا تمام. طيب اه كده احنا عرفنا ازاي نرسم الاعمدة. نرجع تاني من الاول ازاي نرسم الكاميرات. هدوس على كريت ستيل بيم. هلاقي البروبرتز الخاصة بالبيم. اه اقدر اعدل منها اه زي ما اتكلمنا. الاسم بتاعي بالنسبة لي هيكون جردر. مش فيم. البروفايل اتش اي اي تلتمية. الماتيريال بتاعتي اس ماتين خمسة وسبعين جي او. او ان انا اقدر من الماتيريال كاتلوج اقدر اختار الماتيريال اللي انا انا عايز. بس احنا ان شاء الله هنوحد الماتيريال كلها. النماريس بالنسبة لي همسح النمبرينج. ولجأ اخلي دي هنا الف واحد. اخلي هنا جي زيرو زيرو واحد. حيس ان يبقى الجردرز تاخد اه نمبرينج جي والكولومز تاخد سي وهكذا. البوزيشنز بالنسبة لي برضو هي نفس النقطة هنتكلم معنا حالا. عشان ارسم البيم من العمود للعمود ممكن ارسمها من السنتر ادي اول نقطة. والنقطة التانية اللي هي كده انا رسمت الكاميرا بتاعتي. تمام? كده. نفس الكلام اقدر ارسم الكاميرا من هنا لهنا. كده انا قدرت ارسم الجردرز الخاصة بتاعتي. لو انا دلوقتي عايز ارسم اله البيم الخاصة عندي في المشروع. لو انا رجعت تاني على اله اله هلاقي الفيليمز عندي اتش اي اي متين. اه يعني بنظرة الاعين كده هلاقي انها في اله في السنتر. ما بين جريد وان وجريد تو ما بين جريد تو وجريد سري. تعال نشوف بنرسم الكاميرا اله اي 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 متين. تمام. لو انا جيت من هنا عايز ارسم الكاميرا هنا في المص. بكل بساطة اجي هنا البيم. هدوس عليها توكليكس. هذا يطلع لي البروبرتز الخاصة بالبيم. ولحظات بس همهنج شوية. ها? هبدأ قدي الاسم بتاعها بدل جردر هيكون بيم عشان عندي من كاميرا لكاميرا. القطاع بتاعها هيكون اتش اي اي متين. هنخليها نفس الماتيريال. هنخلي الكلاس بتاعها بدل ثلاثة عشان نقدر نميزة هنخليه مسلا اربعة. النمري هنخليه بدل جي هيكون بي. طيب هي من نص الكاميرا من نص الجردر لنص الجردر. لو انا جيت وقفت هنا هلاقي لقط الميت بوينت. قدر ارسم من هنا لهنا. كده احنا هنقدر نرسم كل الكاميرات. في المشروع. واحنا كده هتعلمنا ازاي نرسم الاعمدة? ازاي نرسم الكاميرات? ازاي نرسم او نفس الكلام ينطبق على اه كل اللي احنا ممكن نرسم. سواء البولي بيم. قدر ارسم. ارسم اي بولي بيم. بلقوطها معي. وانا دقيقة اعملت. بفضل معي زي دست سكرول. علي عمل معي البولي بيم. كيف تبقى عبارة عن كاميرا مستمرة. الكرفت بيم نفس النظام. هقدر اعمل اي كرفت بيم. نفس الكلام في التوين بروفايل. التوين بروفايل اه سريعا كده اقدر استخدمها لو انا عايز اعمل اه جميع بعض. الاستخدام الشائع لها لو انا عايز اعمل اه او ده كده استخدام التوين بروفايل لو انا ده باك اعملت التوين بروفايل. ده ما حضركم شايفين. اعمل التوين بروفايل. تمام كده? اه نفس كده اعمل دي بيكون كاميرا الرئاسية. البلايت او الكنتر بلايت بيتم رسمه باي عدد من النقط. لو انا عملت كنترول فيه. لو عملت ادي نقطة ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة ادي ستة. دست سكرول اعمل بلايت باي شكل انا عايزه. ولكن انا هتعرف اه في المحاضرة اللي جاية ازاي نرسم البلايت وازاي نستخدمه. تمام كده? اه اتمنى ان انا ما ما كنتش طولت برضو على حضراتكم. اه احنا كده عارفنا ازاي نعمل سواء الاعمدة او الجردرز او البيمز. طيب اه انا بس عشان وقت اه المحاضرة وعشان فيه محاضرة بعدي. فانا هستأذنكم ان انا هقف لحد النقطة دي. اه هنزل لحضراتكم اه كل التفاصيل الخاصة بالتاست الخاصة باليوسف اللي احنا هنحتاجها. اه انا كان نفسه والله يا كامل المحاضرة بس عشان اه تجنبا لتعطل اي محاضرة اخرى. ولكن ان شاء الله اه هنتكلم اه هنحاول نتفق ان احنا نخلي المعاد بدري شوية. حيس ان ما يكونش فيه اي اعتراض بين اي محاضرة والتانية. وان شاء الله البرضو المرة اللي جاية هتكون اه هنتكلم بشكل اوسع عن الموديلينج وان احنا ازاي نعمل تمام? اه اه باش مهنس محمد انا كده خلصت. اتمنى ان انا اشوف الاسئلة. اه باش مهنس جزيكم الله خير. انا المحاضرة الرائعة دي. جزانة وايا. بداية موفقة ان شاء الله. اه اتمنى لو حد عنده اه اسئلة. اكتبه في الشيط او عن طريق اعمل ريزك انت كده او عايز اعمل موديلخة اعمل غشرة مع باش مهنس. تمام اه في سؤال اه باش مهنس محمود مجدي. فيه فرق لما ارسم من سنتر العمود او من الاند بوينت. لا هو اللي لحركة على حاجة هو اه اه يعني انت بترسم من سنتر لسنتر. لكن لو رسمت من الاند بوينت لاند بوينت ما بيبقاش فيها مشكلة. انت في الاخر بين البيم وبين الكلوم انت بتعمل كونكشن. فانت لازم تكون البيم دي يعني بالبلد دي كده جنب جنب العمود عشان تقدر تعمل كونكشن. لان لو البيم بعيدة عن العمود بتلاقي بتاعت البيم بعيدة عن الكونكشن. فدي ممكن تعمل مشكلة في مفضل انك ترسم من الاند بوينت للاند بوينت. تمام كده? اه اتمنى اكون جاوبتك على سؤال حضرتك. اه باش مهندس عمر النحاس هل تتكلى بقى فهم مكان الكونكشن بين البيم والعمود في المكان الصح? يعني انا رسمت العمود ارتفاع تلاتة ونص متر. بس برسم اه 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 لا انا مش فاهم السؤال باش مهندس عمر. هسا ازانك لو تتكلم معي اه صوت? اه باش مهندس عمر. ايوة. 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 سلامة. اه بس انت رسمت العمود اه اه في التو دي. والبيم رسمتها برده في التو دي. هو لقط انه هو مسلا البيم دي في المنتصب واللي هو واللي تحت. تمام. مسلا عندي في الريفت اه بقى لازم اعمله اه جريد وكده عساس ان انا وبلانات عشان اعرف ارسم في انه مكان. تمام هو رسم العمود في في الريفت بيختلف عن رسم العمود في التكلا بمعنى انك رسم العمود في في الريفت انت ممكن تعمل الريفت انت ممكن ترسم من البلان وممكن ترسم من اه اوضح لحضرتك بشكل اه احسن. هرجع تاني للبرنامج. لو انا دلوقتي حراك دلوقتي شايف البرنامج معي. تمام. لو انا دلت وقف في وعايز ارسم العمود في تمام ده قصد حضرتك. لا انا ما حضرتك رسمته في التو دي فيو ولما رسمت البيين رسمتها في التو دي فيو. بس هو جاب منين ان ان انا بوصل ما بين نقطين بين الطوب بتاع العمود. بش السنتر ولا. اه لا يا فندم. هو هو هيفهمها الوحدة ولا انا بدخله اللي فيو ده. لا يا فندم انا ممكن ادخل ال اه انا دلاتي وقف على اللي هو بيرسم لي على اللي فيو ده. ده كده بالنسبة للقاميرات. لو انا عايز انزل عن اللي فيو دوت. باجي لو انا دلوقتي وقفت على القامرة مسلا. لو انا ادوص عليها توبليك. انا ممكن من هنا من بتاعي ابدأ انزل القاميرا بتاعتي. مم. ده قصد حضرتك. انا ازل انا هلاك رسمتها من غير ما اتعدل في الحاجة. بس هو هو اختار بتاعها فين بقى. يعني ليه هو بتاعك بتاعك بيكون في الكاميرات من الطوب والميدل. لو انا عايز اعدل عليهم عندي هنا من البيلان ميدل. لو انا مسلا خليت ده كده مسلا عشرين. ودص بيبدأ يحرقلي في البيلان من السنتر. تمام? بالنسبة لي بيبدأ يديها زاوية. يبدأ يديها زاوية زي ما حضرتك شايف. تمام? لو انا دلوقتي خليتها مسلا مية. يبدأ ينزل هالة تحت الليفل. ام. هو باخد زيرو بتاعه في المكان ده ليه يعني? يعني انا انا قصدي الجريدات موجودة تحت في العمود. اخد البيم فوق ليه? لا يا فاندب الجريدز بقى اه في سري دي فيو بتبان في الليفل البيز فقط. ده في سري دي فيو. هو مزي الريفت. الريفت اللي انا عملت في وعملت ان الجريدز كل ها تظهر تظهر لكل الجريدز في المشروع. من اول لاخد الكلام مختلف في التكلة عن الريفت. في التكلة انا بيبين لي الجريدز في البيز. وانا ممكن اخفل جريدز كمان ما شوفهاش. ما عنديش اي مشكلة. هنتعلم الكلام ده كله في ان شاء الله المحاضرة اللي جاية. لكن في الاعمدة وفي الكاميرات. اه تعتبر بالنسبة لواحدك. انا في الاعمدة زي ما اس steam business فبيبدأ يحرك سواء في الاكس او في الاي او ان هو يديله ده كده بالنسبة للعمود. بالنسبة للقامرة زي ما حضرتك شايف بيغيرلي في الاكس بيغيرلي في الزج بيغيرلي في زوية ده كده بالنسبة للقاميرات. تمام كده ولا مثلا ححت Data تمام شكرا. تمام اشكرا. تمام في اي سؤال تاني? آآ بسم الله. هل آآ هل الرسم بيعمل حساب هقول الحركة على حاجة لما حرك بتيجي تعمل هو بيعمل آآ للساكند ريبورت مع تمام كده? بمعنى اننا ادركي مسلا ان انا عايز اعمل خلينا اعملها لحضرات دلوقتي سريعا وهنتكلم معنا بتفصيل ان شاء الله المرة اللي جادة. انه انا دلوقتي رجعت الكاميرا للبوزيشن بتاعها. وجيت فتحت مسلا وليكن مية اربعة واربعين. دي بين الكاميرا والعمود. اخترت المين بارت مستجن دري بارت. هو با يديفو بيعمل لي كات للبيم على الكولوم. بص حضرتك كده. مع ان انا رسم لغاية بس هو عشان اعمل لي الكات بتاع البيم. فانا دلوقتي لو رسم من جوة او من برة يفضل انك ترسم لغاية عشان لما يعمل يعمل فتل الكاميرا مع العمود. اللي هو المين بارت مع الساكنتري بارت. تمانا اكون جاوبت على سؤال حضرتك. اه 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 ممكن اتكلم? اه اتفضل. يعني القصد ان احنا دلوقتي احنا احنا يعني في الاول خالص بنحدد من من بتاع القلم. مزبوط. وبعد كده بنبتد ندخل في بتاع الما بين البيم وبين القلم. بنعمل بقى ونحط بتاعتها وبتتحسب اوتوماتيك دي يعني. مزبوط مزبوط. وانا بدي بتاع الاند بلايس كمان طبعا. مزبوط يا فاندم انا دلوقتي انا ما اجي بدخل على الكونيكشنز. بابدأ احط كل البرامترز الخاصة بين العمود وبالقامرة. او بين اي ممبر والتاني. بابدأ احط الارتفاعات بالنسبالي. ابدأ لو فيه احطها. لو في بولتس. لو فيه بابدأ اقول الكلام دي يا فاندم احطوه. ان شاء الله المحاضرة الجاية هنشرح بالتفصيل ايه يا لسيل كونيكشن. جزاك الله خير يا محاضرة جميلة والله يا بشمع. جزانة واياكم. جزانة واياكم. اشكرا. محمد ابوهيش متفضل. لو سمحت ابوهيش مهندس انا كنت عايزة تتفصر عن المنشآت المركبة الجزء مسلا اا اا ستيل اي بيم مسلا. والجزء التاني بيكون مسلا اا كونكريت. فهل بي موجود بالتكلا ولا لا? و اا لو موجود حضرتك ممكن تعرفنا بتعمل ازاي? مظبوط يا فاندم هو الحركة نتكلم عن الكمبوزات سكشن. اه. مظبوط يا فاندم التكلا عموما بيرسم ستيل ايلمنتس وكونكريت ايلمنتس. بمعنى ان انا مسلا عندي العمود عندي هنا في البيس. انا ممكن اعمل مسلا اا كونكريت فاونديشن. باجي عن طريق امر هنا الكونكريت. ببدأ ارسم الفاونديشنز بتاعتي. في عندي هنا من كونكريت حاجة اسمها فوتينج. تمام? ببدأ ارسم الفوتينجز بتاعتي. او بس هنك شوية. عندي البيت فوتينج والسيف فوتينج. بختار البيت فوتينج. ببدأ اختار البوينت بتاعتي اللي انا انزلها عليه. هو كده اريد اعمالي الفوتينج بتاعتي. حضرتك ممكن بعد كده بتكمل الديتيلز بتاعتك انه من مسلا بين الكون وبين الكونكريت اا سكشن. ممكن مسلا تعمل زي وتعمل انكر بولتس وهوز وبولتس. انا بدور ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنعمل للستيل مع الخرصانة. احنا مش هنتعرض للرسم الخرصانة ولكن احنا هنتعرض للرسم بس حضرك مبدئيا عرفت كده ممكن لكن ان شاء الله بتاعت للعمود ان شاء الله هنتكلم عنها المحاضرة اللي جاية. تمام كده? انا شكرا. تمام. اتمنى اكون جاوتها على سؤال حضرتك. اه فضل. هو انا لو عندي وعايز اصب جواه اه خرصانة واسلا. تمام? تمام. اه فده متاح يعني ان انا موديول الموضوع ده على التيكلا وعمل له انا جاني. تمام. التيكلا عموما اه بيعمل اه بيبدأ بعد كده اصدره. تمام? اه ده برضو رد على سؤال محمد حضر في السؤال اه ممكن نعمل اه اه ساعتها انت ممكن تعمل على التيكلا وتبدأ تودي الموديل بتاعك اه سواء مسلا او او فهو بالنسبة لك وسيلة مساعدة ان انت تنقل بعد كده على الاناليكا. نفس الكلام برضو في انت ممكن تعمل الموديل وتبدأ تصدر لبرامج الاناليسيز زي الروبوت او 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 غيرها. اه بالنسبة لسؤالك بشمونس محمد اه حركة لو عايز تعمل وتعمل جوا بوكس اه تعمل جوا كونكريت. الموضوع برضو سهل لمفقوش مشكلة. انت ممكن ترسم وتبدأ ترسم عن طريق كونكريت كونكريت بيم. وتبدأ ترسم القامرة الخاصة بتاعتك. ممكن تعملها اه بالقطاع بتاعها جوا البوكس سيكشن وتديها بتاعتها. بس انا بعد كده بدخل في مرحلة ان انا بقول له الستيل دي اه هيتعامل فيها معينة بعد كده هصب جواها. يعني بالنسبة هقول له ان انت تصبها جوا البوكس سيكشن. بس انت ممكن تعمل موديل الخرصانة جوا اي في الموضوع ما فيش اي مشكلة خلاص. اتمنى اكون جوتا على سؤال حضرتك. جزيكم الله خير. جزينا واياكم. طيب اه في حد تاني كده عنده اي سؤال? لو ما فيش اي حد عنده سؤالة ساسبكم بتكتبه رقم واحد في الشات. اه بشمون رس حسين. اه الحسابات الانشئية مش بتتعمل على التكلا. التكلا اه ممكن اخط معينة. وبقدر بعد كده انقلو اعملو اه مسلا. او الاساب او برضو ممكن اعملو اه تمام كده جزينا الله واياكم. اعيدة على حضرك اللي انا فهمتم. يعني فيه في التكلا ان انا اعمل الاول يعني وكلام ده كله. وبعدين انا نقلو بعد كده على التكلا او كده ولا انا فيش انا ممكن يا فاندي من هنا احط له بتاعتي. قص حضرتك لو انا جيش من قائمة اناليسز ان ديزاين اقدر احط بتاعتي على المشروع. ايه. تمام? سواء على الاعمدة او على القمرات. ايه. منها ببدأ انقل المودي بتاعي بتاعي مثلا. وابدأ بعد كده يحسلي الحسابات تبقى من اللي انا حطيتها. بنسبة كبيرة يا فانديم بتعمل الموديل على التكلا وبتتحط الاحمال على برامج الاناليسز. ده بنسبة كبيرة في في الستيل دزاين. اتمنى اكون جاوة على سواء حضرتك. ايه. يا مالشي انا اسفر احوه لك في الحكة دي بس. الان الحكة ايه مهمة. فلطة. يعني يعني انا لازم اعرف برنامج تاني ساب ستاد ستاب روحة كده كلها. ولا التكلا ممكن يكفيني. انه. لا يا فاندي. التكلا يا فانديم مش برنامج اناليسز. التكلا برنامج فقط. لكن هو مش برنامج اناليسز. يعني انا مش بحط لي اللوتز. اللوتز وهو بيطلع للسكشن ولا ولا ولا. لا يا فانديم انا يليها يعمل كلها. ويقال ليها ان انا بعدد القطاع. ويقال ليها ان انا برسم. اه لا يا فانديم التكلا بالنسبة لي انا برسم. ممكن لو انا هعمل تصميم منشأ اه افتراضي. بابدأ احط قطاعات افتراضية ويبدأ احطها اللوتز. بعد كده بابدأ انقل لبرامج الانالسز. سواء الساب او الساب. او ال ايديا ساتيكا لو انا هعمل بعد ما وصلت لتزاين الممبرز. وابدأ بعد كده ارجع لبرنامج التكلا. اه. تمام كده? اه. كده فهم. تبقى انا يجب بقى انا معايا برنامج مساعد بتاني. عشان يعمل لي الانالسز بتاع السيسلم اللي انا عايز. مزبوط. مزبوط. شكرا حبيبك ازاك الله خير حبيبك. اشكرك. اشكرك باش مهندس علي باش مهندس خالد. اه ممكن التصميم في التكلا ولكن يفضل الساب او اللي تبس. البس بدك تس يا فانديم ان انت زي ما قلت لك بتعمل على التكلا معايا تبدأ تنقل لبرنامج بتعمل بتاعتك. وتبدأ ترجع تنقل لبرنامج التكلا بتعمل بتاعتك وتبدأ تعمل بتاعتك. اه طبعا اللي تكلا بالنسبة لي ده اه بشكل احسن. اه جزانا واياكم باش مهندس ايه. طيب باش مهندس محمد في اي اسئلة تاني? طيب اه جزاكم الله خيرا. اه واشكركم على حضركم. اه سبحان الله وبحمد الله. انا اشكرا ان لا 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 انت. بس اغفركم انا توبي لاينك. اشكركم يا فانديم. اه ان شاء الله نتقابل في المحاضرة الجاية نكمل. اه هاتكلم مع باش مهندس محمد وباش مهندس وعمر وباش مهندس سليم. ازا كان المعد هيكون هو هو او ممكن نقدمه شوية. نحس ان احنا يكون عندنا متسع. اه من الوقت ان احنا نقدر ان شاء الله نكمل المحاضرة. جزاكم الله خيرا. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.